في قديم الزمان وفي أراضي بعيدة بعيدة كان هناك طحان يسكن تلك الأراضي بصحبة أبنائه الثلاثة عندما توفي الطحان كان قد ترك الطاحونة لولديه الأكبر سناً وترك لأصغرهم القط الخاص به شعر الإبن الأصغر بالضيق فبخلاف أخوين فقد بدأ أنه من المستحيل بالنسبة له جني فائدة مما بين يديه نظر الإبن الأصغر إلى القط وحدث نفسه قائلاً ماذا يمكنك أن تفعل بقط؟ إنك حتى لا تستطيع التهامة ولكن فجأة حدث شيئاً لم يكن في الحزبان لقد قام القط بالرد عليه إن فكرتك عني خاطئة تماماً يا سيدي إنني أستطيع أن أكون مفيداً جداً لك أكثر مما تظن كان الشاب الصغير مذهولاً من رؤية قط يتكلم وقد تساءل وهو يتلعث أنت كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لو أحضرت لي جراباً فارغاً قبعة وزوجاً من الأهذية فسوف أريك كيف مع تراجع دهشته فكر الشاب الصغير من نفسه قائلاً لو كان هذا القط يستطيع التحدث فمن المؤكد أنه يعرف شيئاً حسناً دعنا نرى ما يمكنك فعله أحضر الشاب الصغير كلما طلبه القط وضع القط القبعة على رأسه ولبس الحذاء ذهب ناحية المرآة ونظر إلى نفسه متخذاً وضعية أثناء وقوفه ثم قام بوضع حزمة من الخص بجانب ثمرة من الجزر داخل كيس ثم انصرف وعند وصوله إلى الغابة فتح الكيس ووضعه على الأرض ولم يكد يمر الوقت طويل وبعد ملاحظة رائحة الخضروات الطازجة ظهر الأرنب باني ولكي يستطيع أكل الخص والجزر دخل الأرنب باني داخل الكيس فركض القط بسرعة ناحية الكيس وأغلقه جيداً وحبس الأرنب بداخله وبدلاً من الذهاب بالأرنب إلى صاحبه أخذه إلى القلعة وأخبر الحراس أنه يريد مقابلة الملك وما أن رأوا الحراس القط يتحدث إليه ويرتدي قبعة وحذاء حتى أخذه على الفور إلى الملك أيها الملك العظيم أقدم لك هدية من أمير كاراباس سيدي لقد اصطاد أمير كاراباس حالاً هذا الأرنب خصيصاً لك كان الملك منبهراً للغاية بالهدية ولوقت طويل جداً استمر القط ذو الحذاء في إحضار الحيوانات التي يصطادها للملك وبعد فترة قصيرة أخذ جميع من في المملكة بالتحدث عن ثروة الأمير وكرمه مع مروري كل يوم كانوا فضور الملك يزداد وفي يوم ما قام بسؤال القطة الحذاء هل هذا الأمير شاب؟ إنه فعلاً شاب ووسيم للغاية هل هو ثري؟ إنه ثري للغاية جلالتك وسيزيده شرفاً أن يستقبلك في قلعته في النهاية كان الملك والملكة سعيدين للغاية أنهما سوف يقابلان ذلك الأمير الوسيم إذا كان ما يقوله القط صحيح فأنا أعتقد أننا قد وجدنا الزوج المثالي لإبنتنا والأمير المناسب للمملكتنا قالت الملكة بعد أيام قليلة علم القط ذو الحذاء أن الملك والملكة كان خارج المدينة بصحبة إبنتهما هذا هو اليوم الذي كنت أنتظره رقد القط مباشرة إلى صاحبه سيدي يجب علينا التوجه إلى ضفة النهر حالاً اتبعني بسرعة لم يفهم الشاب الصغير ما يحدث ولكنه فعل ما طلب منه ولكن لماذا أتينا إلى هنا؟ للسباحة يا سيدي السباحة؟ لكني لا أجيد السباحة من الأفضل أنك لا تفعل اخلع ملابسك فوراً وانزل إلى النهر فالتثق بي يا سيدي لن تندم على ذلك فعل الشاب الصغير كما طلب منه ونزل إلى النهر وقام القط ذو الحذاء بإخفاء ملابس صاحبه خلف الشجيرات عندما عبر موكب الملك بجانب النهر رقد إليهم القط ذو الحذاء مستنجداً النجداً النجداً سيدي أمير كارباس يغرق على الفور أرسل الملك رجاله إلى النهر بينما كان الرجال يقومون بإنقاذ الشاب الصغير قام القط ذو الحذاء بإخبار الملك كيف أن النصوص قاموا بسرقة ملابس الأمير أمر الملك الرجال من حوله فلتقوموا بإحضار بعضاً من أفضل الملابس لدينا للأمير بواسطة ملابسه الجديدة كان الشاب الصغير يبدو كأميراً حقيقياً وبينما كان يمشي باتجاه موكب الملك كانت الأميرة وكذلك الملك يقومن بمشاهدته جاء الشاب الصغير إلى الملك وقام بالإنحناء أمامه ليتني أستطيع أن أشكرك بما يكفي سيدي أمير كارباس سوف يتشرف باستقبال جلالتك في قلعته يا سيدي الملك سوف أذهب الآن للتحضير ركض القط ذو الحذاء سريعاً لم يستطع الشاب الصغير حقاً فهم سبب تسميته بأمير كارباس ولكن نعتقد مرة أخرى أن القط ذو الحذاء لديه خطة ما وظل صامتاً وقامت الأميرة فوراً في حب الأمير الوسيم بينما كان يركض بسرعة نحو قلعة تنتمي لأحد العمالقة كان القط يصرخ منادياً على الفلاحين العاملين طوال الطريق إن الملك يقترب إذا سألكم فسوف تقولون أن هذه الأرض تنتمي لأمير كارباس وإلا فسوف يعاقبكم كان القط ذو الحذاء يركض وفي نفس الوقت كان يكرر نفس الكلام لكل من يقابله في طريقه وبينما كان موكب الملك يموم في الطريق كان الجميع يكرر نفس الكلام من خوفهم كان الملك مندهشاً من امتلاك الأمير لتلك المساحة الشاسعة من الأراضي ولكنه كان سعيداً برغم ذلك في ذات الوقت وصل القط ذو الحذاء إلى قلعة العملاق وطرق على الباب إن فتح الباب مصحوباً بإزعاج شتين لمجرد رؤيته للقط يلبس حذاء وقبعة شعر العملاق بدهشة بالغة وما إن بدأ القط ذو الحذاء بالكلام حتى شعر العملاق بدهشة أكبر صباح الخير يا سيدي من أنت وماذا تفعل في قلعاتي؟ بدأ القط ذو الحذاء في تنفيذ خطته حسناً دعني أشرح لك الموضوع كما يري يا سيدي أنا خادم الملك الأمين وقد أخبرني الملك الكثير عن قدراتك المدهشة في السحر نعم هذا صحيح على سبيل المثال هل يمكنك تحويل نفسك إلى أسد ضخم؟ بالطبع أستطيع هذا سهل جداً بالنسبة لي باستخدام سحره المدهش قام العملاق بتحويل نفسه إلى أسد العملاق وبالطبع شعر القط بالحذاء بالخوف الشديد وحفز في الهواء لأعلى ما يمكن حسناً حسناً هذا يكفي عاد العملاق لهيئته الطبيعية مجدداً كان هذا مدهشاً بالرغم من هذا أنا أراهن أنه من المستحيل عليك التحول لحيوان صغير أشك في هذا ما رأيك؟ مستحيل أنا بإمكاني التحول لأي حيوان أريده دعني أرى هل يمكنك التحول لفأر صغير؟ كان العملاق يضحك بصوت مرتفع للغاية حتى أن القط كان يواجه مشكلة في الوقف في مكانه وكذلك استخدم العملاق قوته استحرية وتحول إلى فأر وما إن كان القط يشاهد العملاق وهو يتحول إلى فأر حتى قفز عليه بسرعة بقدمة واحدة تخلص من العملاق في ذات الوقت اضطرب موكب الملك من قلعة العملاق وجرى القط بسرعة نحو الملك مولاي إن قلعة سيدي أمير كاراباس في خدمتك رجاء أن تفضل كان الملك الملكة الأميرة وبالطبع الشاب الصغير يحضطون نحو القلعة بإعجاب بينما كانوا يمشون نحو القلعة قامت الملكة بسؤال الشاب الصغير عزيزي الأمير هل أنت متزوج؟ لا يا مولاتي وإذا سمحت لي بالزواج من ابنتك الجميلة فأنا أعدك أنني سأسعدها بشدة تم تحضير مأدبة ضخمة في قلعة العملاق وتمت خطبة الأمير والأميرة وبعد فترة قليلة تم الزواج هل ترى يا سيدي لقد أخبرتك كم سأكون ذو قيمة من نسبة لك؟ منذ ذلك اليوم استمر القط الحذاء كخادم أمين للأمير وعاشا معا حياة فرية وسعيدة بهathرام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة